السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم قناة عالم المعرفة والطب نهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا بيشغل بين الناس كتيرة ودائما كنت بسقلوا في الصيدلية هل شرب الماء الكتير بيخسس؟ وهل شرب الماء الكتير شيء صحي؟ هجاوب على السؤال المهم ده جدا من خلال الفيديو بس رجاءا لو كنت أول مرة تشوف القناة فتشرفنا وتكون ضيف دائما عندنا وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو عجبك الفيديو تعمله مشاركة ما بين أصدقائك عشان توصل الإفادة لأكبر عدد ممكن وتابع معايا للآخر هقول لحضرتك المية هل هي ضرة وإمتى تكون ضرة وإمتى تكون مفيدة وأقول لك على طريقة تتاخد بها المية لو كنت عايز تخسر الوزن الأول أنا لما أتكلم عن المية مش هتكلم عن الاحتياجك اليومي للمية كل ما تلاقي نفسك عشان اشرب مية لكن هنتكلم عن الناس اللي بتاخد مية بكميات كبيرة جدا اعتقادا منها أن دا ممكن ينزل الوزن طبعا دا اعتقاد خاطئ جدا لأن أولا الوزن كله بيبقى عبارة عن دهون ومن المعروف علميا أن الدهون ما بتضبش في المية فبالتالي المية اللي احنا بنشربها كتير جدا ما بتفتش في موضوع نزول الوزن الشيء الأخطر أن قطر المية وخصوصا بالنسبة للرياضيين بيعمل حملة قيل جدا على القلب أثناء المجهود وبالتالي بيخلق ممكن يؤدي إلى حالات وفاة وحالات وفاة كتيرة ما بيبقاش معروف السبب فيها للرياضيين ويتقال دفعز الشباب وإزاي مات بيبقى من اللود اللي على القلب ده غير أن المية شرب المية كتيرة بيخليك دايما باستمرار تفقد معادن كتيرة بتنزل مع المية لأنك أنت المية بتاخدها بعد شوية بتتصرف على هيئة بول فبالتالي بتفقد معاها معادن كتيرة والمعادن اللي بتفقدها كلها معادن مهمة يعني بنتكلم عن سوديوم كالسيوم ماغنيسيوم نقص السوديوم تحديداً اللي هو حالة الهايبرنيترميا ده بيسبب مشاكل كتيرة جداً منها التعب الشديد والارتباك وطعب العضلات والوهن ودي كلها أعراض خطيرة جداً لزيادة شرب المية كمان في ناس بتعتقد أن شرب مشروبات الطاقة بيديهم طاقة الحقيقة أن مشروبات الطاقة عبارة عن كمية صغيرة من السوديوم مع كميات كتيرة من الفراكتوز أو الجلوكوز اللي هي السكريات اللي ما بيستفدش منها الجسم فبالتالي مع شرب سوائل كتيرة بتخسر المعادن التانية وهو يدوبك اللي انت بتاخده عنصر السوديوم طيب لو شربت مية كتيرة لازم تشرب معاها المعادن الطبيعية اللي نقصها ودي محدش هيقدر يحققها ولو شربت مية مؤطرة خالية من المعادن ده أخطر طيب لو حد عايز يخس ايه الطريقة اللي بيشرب بها المية وفي طريقتين ومش بكميات كبيرة الطريقة الأولى انك انت ممكن على الريق تشرب شوية مية دافين دول بينظفوا الصبح الأمعاء من الدهون اللي بيكون متلبقة موجودة في الأمعاء على قدران الأمعاء ده في الصبح الحاجة التانية لو حضرتك بتعمل ضيت ممكن تستعمل المية مع الردة الصبح بتاخد ردة وبتشرب كميات مية كتيرة وبالتالي المية ما بتمتصش في الجسم لأن هي بتعمل ان الردة بتزيد في الجسم وبتنزل وتاخد المية معاها وبتاخد كل الحاجات اللي موجودة في الأمعاء فبالتالي شرب المية كتيرة مش مفيد زي ما ناس كتيرة بتعتقد بل هو مضر ومضر ضرر شديد جدا أي سؤال خضراتكم تحبوا تسألوه خطوه في التعليقات وأنا هجاوب عليه وإن ما كانتش الإجابة عندي هجبها لكم من دكتور متخصص وبجاوب على كل الاستقصارات إن عجبك الفيديو أرجو إنك أنت تعمله مشاركة وإن ما قدتش اشتركت في القناة تشترك وتبقى ضيف دائم عزيز عندنا وأشكركم وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة